ها العافية يا ابو مقلاد يا هلا ابو ضحاش هلا وميث مرحب شلونك شلون صحتك عساكل خال الحمدلله الصحة عال العال والرزق عرب العباد جو شايفك اخذ ملفوف عالبيت منين هلف ملفوف هذا؟ من بستانك ولا شراه؟ معقولي يا ابو مقلاد معقولي اشتري ملفوف من السوق ونص بستيني زراعة ملفوف يعني نجحت معك زراعة والسنة؟ الحمدلله الله بعت خير كثير والشتاء كان مليح كثير والموسم نجح معي كثير خير الله حاكم السن الماضي سوست قرميات الملفوف ولحق هالدود من قد المي ها طعمين اللي شوف ذوقنا ذوقنا ولو يا ابو مقلاد اتفضل كثير خيرك يا ابو الضحاك طيبان طيبان اكثر وانت كمان خل خل ذوق بولياتي ياللي بيث بالسكة ذوق سلم ايديك فعلا طيبين هالفلات قشرتهم طريي وطعمتهم مثل عسل صاح وهنا مطرح ما يصري يمري ومطرح ما يأسس يبني امانة امان عليك مضحاك امانة تبع الضحاك لعندي على البستوان حتى ياخذون تسرين تبعكم من عندها وانت اللي قلت بكرة من طلعت الضوضة حاج بيكون عندك انت بتأمر امر يا حبيبي يالله السلام عليكم مع السلامة مع السلامة بزحاك الله يتلمك حايح ما ريحا حايح ما ريحا رح طعمك يشعير ام يونيس ام يونيس عالعافي ايه اهلين وسهلين يا ابو مقلاد ايش لونك الحمد لله مستورة ابقدرش تقول غير هايك طمنين هاي نجح ابنك بالجامعة ايه والله نجح والحمد لله وطلع الاول عالكليه الحمد لله يا ام يونيس ألف الحمد لله وانت يا ابو مقلاد نجح ابنك مقلاد ولا لسه والله سني عنده تخرج ويمكن ينجح هيك وعدني ان شاء الله ان شاء الله بتفرح فيه يا ابو مقلاد وبتشوفه من الاوائل هو ان شاء الله ينجح ومش فارقة من الاوائل من الاواخير المهم ينجح يا ام يونيس يلا بخاطرك يا ابو مقلاد الله معيك الله معك يا ام يونيس بجلك فور اه صرت ماكل خمسة كيلو فور هلاك بتفول يا احمد تابعها يا ابو مقلاد شو أخبار الولاد يا أبو مقلد كلهم تمام خديجة صار عنده ولدين ومعذة صار عنده ولد بعد ونعيم عم نخطبله ومقلد بهالجامعة وصنع عنده تخرج نهائة وينه هلأ بالشام اللي هون بالضيعة لا والله هون بالضيعة مقصوف الرقبي قاعد بالبيت مثل الخواجات قال شو إيدي بيخشنوا من قطف الفول وبيسودوا بدك تعزروا بيجوز دسيوا على قلة العادي ومين قالك إني بيعاستوا وان بس أنا بحب الشاب الحرك النشيط الفلهوي يلي بيوكل رأس الحية بس مقلد يقبر أمه مدلل نعم مثل ابن المديني وأزود بعد وشلوم ماشي بدي رأستو تفضل يسلموا شلوم ماشي يعني مثل الماي بطلوة عم ينجع شعط وقديش عم يكلفك قصة الجامعة؟ والله يا بطلال أنا مش سائل عن المصيري ومش سائل بعد عن إجرة السكن بالشاب وماني سائل عن ثمن الكتب يلي بتشق الظهر أنا بدي هالولاد ينجح أولاً وأخيراً حتى يتوظف وجوزه وأخلص من همه بقاه قال شو؟ هم البنات للممات قصماً بالله يا بطلال هم الصبياد أكبر من هم البنات البنت تتجاوز وبتخلي طرفك من المسئولية عنها وبتحملها لجاوزها بقرده دب بس الصبي إذا خسرته بينقهر قلبك من صمصومه ولا شلون يا معوال؟ والله كلامك صحيح يا أبو مقلاد وشلون إبنك طلال؟ نجح بصفو هالثمي؟ ولا سقاط؟ لا ولا سقاط؟ يا ربا يجو يا قصدي الله يصلحو الله يصلحو ليش سقاط؟ إلا أن ما قدم الفحص كان مرضان آه إذا كان هايك الصبي ما يشمسوه مريض الله يشفيه ويعفيه بخاطرك هلا يا الله يا الله السلام عليكم أم أخلاك عليه السلام جبت لك كسين فول واحد حبته صغيري مشان فول مقلة وخلافه والأكل الفوري واحد حبته كبيري مشان الموني والرز الفول والفول والفول مدمز يعطيك العافي نط 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 حملي الكيس الثاني عم بيك تحرك قوم تحرك بس أنا لابس أوعيه اللي نظاف يعني مش معقول اطلع شيل فول عنظار الحمار طبعا مش معقول لأنك أنات ابن الوزير بومقلال مش ابن أبو مقلال الفلاح الشقيان لمعثار قوم تحرك متل الطير الطاية تحرك لك شوف شوفي شوفي شلون عم يشحط رشلها شحط شوية شوية عالوالد عم يتوترو شو طب خليا؟ عملت لك فولية برز فولية؟ والبزالية شو بعدك تسوي فيها؟ شو بعدك تسوي فيها؟ للموني يا زلني وحي آه للموني للموني بسيطة الله يعطيك العافي شو صار بالمادي اللي عم تدرسها؟ شو بها المادي؟ درست منيح ولا ولا شلوم؟ درست منيح يعني حفظت عن ظهر قلب؟ حفظت عن ظهر قلب و في أمل تتخرج السنية ولا شلون شايف حلات إن شاء الله بتتخرج السنة وعد رجال ولا؟ قول إن شاء الله قصما بالله قيم الحق إذا بدكش تتخرجها السنة بدك تجيب لي الجلطة الدماغي أو القلبي يا مي تطمن تطمن من شان الله تطمن خلاص المادي زالي ونحفطه مثل كرج المي مضبوط الولد عم يحكي الصدق قيلوا وشو بفهمت انت بها الشغلات اه هلق بده يبعث وراء ابو طليال حتى يسمعلو المادة اخو يا ليتني يا ليتني كنت بعرف بقرحة تسمعلك بنفسي بس للأسف أبعرفش اقرح لأنه ما صح ليش باي يعلمني ويصرف عليا يا باليك أنا مش ولد صغيرة حتى تسمعلي خلاص شغلي بعرفو لو بتعرفو ما كنتش حملتها المادة السهلي مثل ما عم تقول كنت نجحت فيها بالأول بس اكيد الحق للعرق المصدي بالشاوم والتهيت انت رفقاتك بالسكان بالطرنيب لا يا يلا لما ما تظلموش لص ابيوال المهم هاللهك الماده صعبي وما نجاحش فيها غير كل طويل عمر هذا السنه Aparteال Achere bel voltage ومدي منك تنجح مثل ابن ابو ضحاق وا ابن ام يونس نجاح مثل ابن ابو طلال فهمان يا مخلاد؟ وزواacht وعلو فهمان خلص طنا راح انجاح امليحك كثير لنشوف قومي حطينا غدا قومي قالي مقايمي قايمي والحمد الله أهلا وسهلا الله يخليك يا رب السلام عليكم أهلا أبو طلال أهلا وسهلا ومرحب أهلا وسهلا أهلا وسهلا يا حبيبي أجتك رسالة من مقلاد من الشام رسالة من مقلاد؟ قرال يا هاتشو والدي العزيزين أقبلوا أياديكم وأطلبوا رضاكم قدمت البارحة فحص مادة الاقتصاد وقد كتبت بشكل جيد أجبت على الأسئلة جميعها وإني من الناجحين إن شاء الله وستعلن النتائج بعد عشرين يوما ادعوا لي بالتوفيق ابنكم المطيع مقلاد حمدان يا سلام عليك يا سلام عليك يا مقلاد تقبر عظامي يا حق يا حلو يا مجد غيد يا حبيب إنك وإباهك أشترك بسم الله الرحمن الرحيم عم العرب والد من يجبت الولقة؟ من ديوان الجامعة هذه صورة فتوكوب بتخليني شخبات يا سلامي حسناً يا أمم كيف؟ 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 أنا أنا اللي درستك يا رجل معي ارسب، وأنت اللي ما جدرست كتاب تعرفش عن ما دي تنجح؟ هذا اللي صار يا مقلاد الحقيقة أنا نفسي مستغرب لأنه كل اللي كتبته بالامتحان من عقلي مؤمن الكتاب ولك، أنا بدي إخوة على فكرة بدي جنة، بدي أستر وكأني ارسب، أنا أرسب أنا اللي عبيت الورقة ووجه وقفة لا، وطلبت ملحق، عرفت كيف؟ وعللت وفنتت وحللت ارسب، وإن تنجح، وإن صارتك؟ وإن صارتك؟ الشغلة مذهش يا مام ما عرفش، شو رأيك أنت؟ لا، وكلكم وبيكو بس يوصل لخبرة كيف بدي ينجله؟ أكيد وإنت ضروري تبعته لأبوك رسالة تكتب له فيها أنك رح تنجأ؟ وكأن فكري ريح له باله وطمن له قلب شو بدي يقوله؟ كيف بدي يقوله أني ما تخرجت السنة؟ تطول بالك يا حبيبي يا مقلاد، تطول بالك، أنا رأيي أن تشرح له لأبوك الموضوع يا زلمي، شو بدي يشرح له ولا يشرح له؟ المشكلة باية أنت بتعرفوش، شو ما قلت له ومش رح يصد؟ طيب، والعمل؟ والله ما أبعرف، ما أبعرف؟ ما أبعرف؟ ايه؟ أنا أبقى لك شو العمل؟ هات لشو؟ مسك هالألم وكتبله رسالة، مسك لك بي، متوقع أن ينجح وتخرج وسلم من غرفي وروح أني بذاتي لعنده، مش متوقع أن يبعت له رسالة؟ مسك وكتب مثل ما عمقلك، مسك؟ أمري لا، مسك، كتب، أبي العزيز كنت أجزب عليك، وكنت قضيت سنواتي في الجامعة بعيداً كل البعد عن الدراسة ما يعني؟ وكنت أصرف كل النقود التي ترسلها إلي في الملاهي الليلية برفقة صديق، علمني ما كنت أجهله فأصبحت مدمن في السهر ومرافقة الراقصات أبو طنال من ابني مقلاد هذه الرسالة؟ نعم يا سيدي من ابنك للأسف ولم أعد قادرا على الانفاق على خليلاتي ودراستي مما دفعني إلى اللعب بالقمار بغيت استجرار المال يا باري عابي لعب بالقمار؟ مش مصدق يا عيلا مش مصدق يا ناس ولكني أرجو أن تغفر لي يا والدي لم أنجح في القمار فصرت أستدين من الناس ولسداد هذا الدين اضطررت ولعنة الله على الشيطان الرجيم أن أسرق عن طريق انضمامي لعصابة صغيرة دخيل كد يا قلبي مقلاد مقلاد حرامة واضطر القضاء لأن يدخلني السجن ولكن الراقصة التي كنت قد تزوجتها دفعت الكفالة وأخرجتني مقلاد تزوج رقاصة؟ يا فضيحتك يا مقلاد يا فضيحتك يا أبو مقلاد إنني الآن أعيش مع الراقصة عتاب التي تزوجتها وهي في شهرها الثالث من الحمل يا ويل قلبي منك يا حيف قلبي عليك كمل تشوف كمل تشوف يا بو طلال كمل تشوف هالمغلوم لوين وصل كمل كاتب هون بسفل الصفحة اقلب الصفحة من فضلك اقلبها العنها اقرأ خلصني تشوف بو طلال أرجو أن تسامحني يا أبي أقبل يديك أرجوك لا تدعو علي فما أنا إلا بشر لذلك أعلمك بالتالي يا أبي الحبيب حبو برصي خلع رقم تخل أعلمك بأن كل ما قلته لك في رسالتي هذه وهم وكذب وخداع الحقيقة هي أنني والله على ما أقول شهيد رسبت في مادة التخرج كيف ولماذا وما السبب والله لست أدري دمت يا أبي وأمي بألف خير فأنا لا أزال ابنكم المطيع البار ابنكم مقلاد وخلي يرسوب خلي يرسوب يا بو طلال شو علا السن الجايف ينجح خلي يرسوب يا أم مقلاد مادة واحدة مش مشكري لونو يا ناس يا عالم قصما في الله عندي العدب والتربية أهم من العلم أي والله أهم من العلم خلي يرسوب خليه خلي يرسوب يرسوب